السلام عليكم شباب ازايكم اخباركم ايه يا رب تكونوا كلكم بخير وفي احسن حال طبعا احتي معكم الجزء الاخير من الكورس بتاعنا اللي هو ادفانسد ناتشولل برو دوست بيزد دراك ديسكافري. الكورس هيبقى مسجل يعني هيبقى الجزء بتاعي كله هيبقى مرة عن فيديوهات هتنزل لنا ان شاء الله باذن الله. اه طبعا انا بس فيه حتى حتة مهمة قوي عايزة اتكلم فيها قبل ما نبتدي إن شاء الله إن إحنا في الفيلد بتاع drug discovery ده ما نقدرش نقول إن إحنا عندنا natural product drug discovery بشكل منفصل عن drug discovery العادي يعني الprocess of drug discovery دي هي تعتبر integrated process natural products جزء من الprocess ما نقدرش نقول إن إحنا عندنا natural product drug discovery لوحده وعندنا drug discovery العادي لوحده لا هو natural products هنا بتخش كجزء من drug discovery as a whole واخدين بالكم أو as a process عشان كده هنلاحظ إن فيه في كلامنا وإحنا بنتكلم أو إحنا بنشتغل فيه المحاضرات إن ممكن يكون فيه كلام شوية متعلق برضه بال drug design لإن drug design جزء برضه من drug discovery process فهي الprocess كلها بتبقى integrated ممكن أبتدي مثلا بالnatural product وبعد هنا أبدأ أعمل عليه optimization من خلال medicinal chemistry أو من خلال drug design فاوصلنا مركب جديد والمركب الجديد ده هو ده اللي يبقى drug بعد كده فده اللي أنا عايز أقوله مش عايزين نفصل فكرة natural products عن drug discovery as a whole process فاهمين عايز زي هي كلها تعتبر حاجة واحدة هنبتدي كده مع بعض وإحنا برضه ماشيين حيبان الحكاية دي حتبان شوية ممكن تلاقيني برضه وأنا بتكلم شوية هتلاقي المحاضرات فيها شوية أمثالة طبعا أمثالة مش مطلوب مننا قوي إن إحنا نقعد نركز ونقعد نحفظ مثال مثال إنما الأمثال الهدف منها أكتر أنت تفهم concept أنا دايما الأسئلة بتاعتي بتبقى في concepts فبالتالي دايما مهم قوي إن إنت إيه تبقى فاهم عندي بس إيه الconcept اللي تقال أو اللي إحنا بنشرحه تمام تعالوا كده نبتدي مع بعض طبعا أنا مش هطول قوي في السلايد دي هي عبارة عن نديد السلايد اللي ميكلم فيه على drug discovery process وطبعا أكيد يعني اضغطت بشكل كبير في بداية الكورس في الintroduction تاعت الكورس وهي ميلي بنيقول إن إحنا طبعا عندنا مجموعة من الـ sequential steps اللي بنيمشي من خلالها بحيث إن إحنا في الآخر نقدر discover drug طيب النهاردة طبعا البداية دايما بتبقى بالدزيز اختيار الميديكال نيد اللي إنت محتاج إن إنت تستيسفايد بالنسبة للpatients فبالتالي الديزيز هنا هيكون أول حاجة اختيار drug target اللي هيبقى involved في الprogression بتاع الدزيز ده هتكون تاني حاجة والحاجة التالتة هتكون الـ identification of a bio assay اللي هو يقدر يأسس الـ ability بتاعت الكومباونز بتاعتك اللي إنت عايز تعمل لها screening في إنه هي تعمل inhibition أو تعمل activation للـ drug target اللي إنت مختار وحسب إنت مختار إيه وبالتالي تأثر على الدزيز ده وتконترول الدزيز ده بشكل كبير وبالتالي دايماً هنلاحظ إن الكي الأساسي أو rate limiting step بالنسبة لك في عملية drug discovery هي اختيار الـ bio assay المناسب وبرغم أهمية طبعاً الـ process دي أو الـ step دي وهي الـ identifying of a bio assay لأن أنا مش حابب إن أنا نهارده أبتدي بيها الأول أنا الأول حابب إن أنا أتكلم على الـ step اللي وراها اللي هي lead discovery ونفهم الأول في الجزئية دي شوية وبعد كده نرجع إن شاء الله المرة الجاية يمكن أول وراها حسب الوقت ونشوف بقى إزاي تو-identify الـ possible bio assay اللي يقدر يخدمنا ويقدر يوصلنا لأحسن lead compound نقدر من خلاله نحن نطوره ونوصله للـ clinical development أنا الجزء اللي أنا حغطيه إن شاء الله في المحاضرة النهاردة هيكون هو الخطوة دي إزاي نقدر إن إحنا to discover lead أو إزاي نقدر نعمل finding lead compound خلاص؟ طبعاً عملية discovery بتاعت ال lead ما بتبقاش مجرد إن أنا اكتشف lead وخلاص بيبقى فيه مجموعة من ال steps مصحبة لعملية discovery يعني ما قدرش أقول إن أنا اكتشفت النهاردة lead compound مجرد إن أنا وصلت مثلاً لإكستراكت من نبات وقلت إن هو active فيبقى ده كده lead compound لأ طبعاً لأن الإكستراكت بتاع النبات ده فيه مجموعة كبيرة من المركبات فأنهي واحد فيهم هو active هو ده lead compound بالنسبة لي وعنفهم يعني إيه كلمة lead دلوقتي تمام؟ وبالتالي يبقى lead discovery ده هي مجموعة من العمليات منها اكتشاف lead دي خطوة من الخطوات ولكن مطلوب كمان إن يعني أقدر أو أحصل على lead compound ده بشكل pure يبقى لازم يكون المركب بتاعي إنه pure form تمام؟ يكون isolated يبقى لوحده ما يبقاش معه حاجة تانية فيبقى عملية isolation و purification دي أحد الخطوات المهمة جداً اللي لازم تكون مصاحبة لل lead discovery في بعض الناس بتعتبرها جزء من lead discovery إن أنت ما تقدرش تقول إن أنت اكتشفت lead أصلاً إلا لو أنت واصل لمركب isolated and pure a form ومش بس كده لازم أبعرف هو مين كمان هو آه إنا pure form بس أنا مش عارف هو مين يبقى أنا معيش lead يبقى لازم كمان أكون عمله structural determination يعني يكون محدد structure بتاع lead compound ده إيه بظبط يبقى الخطوتين دول ممكن ما تلاقوهمش في regular drug discovery processes لأن معظم drug discovery processes بتعتبر إن الاثنين دول أو الخطوتين دول جزء من lead discovery يعني أنا ما أقدرش أقول إن أنا اكتشفت lead إلا لو أنا عمله isolation وإلا لو أنا عمله structure a determination فدي نقطة مهمة جداً فأنا حغطي التلات حاجات دول بشكل كبير النهاردة فيه اللي جاية طبعاً بعد كده اتكلمنا في الكورس أكيد على lead modification قبل كده وعلى عملية pre clinical والإيه والclinical development وبعض regulatory approvals اللي بتتم في الآخر عشان أقدر أوصل نيو drug a entity تنزل الماركت وتبقى في treatment بتاعت الدزيز اللي أنا مختاره من الأول تمام؟ يبقى دي الprocess بتاعت drug discovery بشكل مختصر جداً تعالوا بقى نبتدي نتكلم أو نركز على عملية lead discovery قبل ما نكتدي نتكلم بس على حتة الprocess of lead discovery دي أنا طبعاً حابب أن أنا بتدي شوية تكلم على بعض الترمينولوجي المهمة جداً زي كلمة hit وكلمة lead بما أن المحاضرة تقريباً كلها تبقى بتتكلم على كلمة lead دي فلازم أبقى عارف يعني إيه hit ويعني إيه lead ولازم أبقى فاهم إم تقول على المركب بتاعت لأنا اكتشفته ده اللو activity إنه هو hit وإم تقول عليه lead هل كل لا طبعاً يبقى لازم يكون في خصائص معينة تتوفر في المركب بتاعك عشان يكون hit أو يكون lead خلينا نتفق إن الهت هي درجة أقل شوية من lead يبقى إحنا لو بنتكلم على إن أنا عندي مجموعة مركبات الاكتشاف الأولاني اللي أنا بوصله ده باعتبره hit يبقى معناها إن الكريتيريا أو البروبرتز المتوفرة في الهت هتكون أقل شوية من البروبرتز اللي أنا محتاج أن أنا أوصل لها عشان أقول على المركب بتاعي إنه هو lead compound طب تحنون شوف الأول البروبرتز بتاعت الهت بتكون إيه أول حاجة إنه يكون active compound لازم يكون مركب low biological activity طب البيولوجيكال activity دي أنا هعرفها منين من البيو الساي اللي أنا هختاره عشان أقدر أعمل drug discovery process بتاعتي ممكن يكون in vitro bio assay في المعمل ممكن يكون in vivo bio assay في الانيميلز المهم إن البيو الساي اللي أنا هختاره اللي أنا هشتغل به وأعمل screening للمركبات بتاعتي عشان أدور على مركب يكون active المركب اللي حيطلع لي من البيو الساي ده low activity ده ممكن اعتبره hit بشرط إنه يكون في بعض الخصائص التانية مش بس activity طب إيه الخصائص التانية اللي ممكن تكون موجودة أو لازم تكون موجودة عشان اعتبر المركب بتاعي hit أول حاجة إن الـ activity دي تكون reproducible في الـ assay ده يبقى لازم تكون بتكررت أكتر من مرة وقررت الـ assay ده مثلا على الأقل triplicate يعني ثلاث مرات ومن خلال triplicate دي لقيت إن فيه reproducibility عالية في الـ activity دي حاجة الحاجة التانية لازم يكون لـ confirmed structure and high purity طالما أقول hit يبقى ما ينفعش يكون عندي مكتشر ما ينفعش يكون عندي extract ما ينفعش يكون عندي مثلا مركبين مع بعض لا لازم يكون عندي purity عالية و confirmed structure أنا كمان عارف الـ structure بتاع المركب دقي مش بس كده ده لازم يكون chemical tractable structure يعني ايه chemical tractable يعني أنا أقدر بعد كده أقدر أعمله مثلا synthesis بسهولة أو أقدر أحصل عليه بسهولة من النبات بتاعي موجود في كميات كبيرة لو حجيمه من natural source مثلا يبقى لازم يكون chemical tractable يعني أقدر أن أنا ايه أوصل له بسهولة وأقدر أحصل عليه بسهولة خلاص وفي بعض الناس كمان بتفضل دايما في الـ hits إن يكون فيها بعض الـ functional groups اللي بنقول عليها drugable يعني ايه drugable يعني مشهورة في drugs إن بيكون دايما الأدوية مثلا الـ structures بتاعتها فيها functional groups معينة تمام فبالتالي لو الـ functional groups دي موجودة في الـ hit بتاعك دي بتبقى حاجة برضو advantage شوية إنه هو بيبقى drugable يعني بنقول علي إنه هو يعني عنده فرصة عالية جدا إنه هو يبقى drug ده معنى كلمة chemical tractable structure وفي نفس الوقت برغم إن يكون فيه بعض الـ functional groups دي لإنه لازم يكون فيه فرصة عالية جدا للـ novility أو confirmed potential for novility يعني ايه confirmed potential for novility يعني يكون novel novel يعني جديد أو حاجة novility بتاعتها عالية طيب novility عادة بتكون عبارة عن إيه بعض الناس ممكن تفكر تقول novility دي بتكون chemical يعني structure نفسه يكون novel يكون مختلف عن structures اللي تم اكتشافها قبل كده ده حقيقي ممكن يكون chemical ممكن يكون biological novility يعني ممكن يكون structure ده معروف قبل كده ونسا عرفاها وكل حاجة وتم استخدامه ولكن مش في الاتجاه اللي انت بتدور عليه مش في اتجاه الـ disease اللي انت بتعمل عليه screening مش في الـ bioclc اللي انت شغال به فأكيدا انت عندك biological novility معينة مش شغال على drug target اللي انت بتأسس أو بتدوره وراه تماما عايز تشوف له inhibitor أو activator فبالتالي يبقى في الحالة دي انت عندك confirmed potential for novility novility بتاعته عالية سواء chemical أو biological novility والحاجة الاخيرة انه يفضل جدا في مرحلة الـ hit انه يكون فيه specificity برضو لـ target under study يبقى انا اكيد زي ما اتفقنا ان انا بعدها ما اخترت الدزيز باختار biological target معين هو ده اللي انا بشتغل عليه في خلال drug discovery process بتاعتي ممكن يكون drug target واحد ممكن يكون اكتر من drug target مع بعض ولكن المهم انه يكون فيه specificity للمركب ده نوعا ما للـ target under study او المريكولر target بتاعي طبعا الـ property دي بالذات فيه كتير من drug discovery campaigns بتإكسكلود شوي يعني بتقولك لأ مش لازم دي قوي خلاص ممكن دي تيجي في مرحلة بعد كده في مرحلة الـ lead انما على الاقل في مرحلة الـ hit يكون عندي confirmed activity في الـ biological assay اللي انا بشتغل به ممكن على فكرة يكون الـ bio assay اللي انا شغال به في المرحلة دي مجرد مثلا cell proliferation assay في notepic screening عادي بشوف بس المركب بتاع مركبات بتاعتي بتإنهبت الـ proliferation بتاع خلايا الكانسر ولا لا مثلا من غير ما بدور على particular target معين من غير ما اشوف مثلا انها بتشتغل على receptor tyrosine kinases مثلا لا انا مجرد بشوف بس حتة الـ inhibition بتاع تالـ proliferation ففي الحالة دي برضو المركبات اللي بتطلع من قصية زي ده بعتبرها hits برغم ان انا لسه ما ايه ما عملتش confirmation لحتة الـ specificity بتاعت الـ target under a study فبقول لكم الخطوة دي بالذات ممكن ان احنا to exclude من الـ properties بتاعت الـ hits ولكن طبعا لو موجودة ومتوفرة من الاول يبقى طبعا دي حاجة هايلة طيب النقطة دي بقى مهمة قوي ان احنا بعد ما وصلنا للـ properties دي فاحنا كده عندنا hit مركب hit طيب بتيجي خطوة مهمة جدا هي عملية الـ hit to lead ان انا عايز ارقي المركب ده عايز اخليه ترقى كده يحصل له promotion من الـ hit للـ lead stage ودي المرحلة الاحسن شوية وبالتالي عشان يحصل الكلام ده انت محتاج توفر مجموعة تانية من الـ properties في الـ hit بتاعك بمعنى ادق انت محتاج تخلي الـ hit بتاعك ده حاجة اسمها validated hit validated hit يعني تعمله نوع من انواع validation اكتر شوية من المرحلة الاولانية دي من اهم خطوات validation هنشوفها في الـ slide اللي جاي ان انت تأكد حتة الشغل بتاعه على الـ particular target اللي انت بتدور عليه عشان كده بقول لكم ساعات الـ specificity دي بتتأجل للمرحلة الوراها اللي هي مرحلة lead ايه discovery خلاص طيب خلينا بس الاول في المرحلة دي نتكلم شوية على عملية discovery بتاعت الـ hits طبعا اهم حاجة عشان تكتشف hit كويس ولو اكتيفتي ان انت تختار bio assay اصلا كويس من الاساس وغالبا المرحلة دي اللي هي مرحلة screening عشان تدور على hit انت بتبقى محتاج تعمل screening لعدد كبير جدا من المركبات ويمكن اكيد في الـ introduction اتكلمتوا على الحكاية او يعني اتشرحت لكم الحكاية دي فكرة ان لازم ابتدي بعدد كبير جدا من المركبات في الاول عشان اقدر في الاخر اقدر اوصل لبعض الـ promising hits اللي اقدر اكمل عليها خلاص فبالتالي يبقى انا محتاج اعمل screening ومحتاج bio assay يكون رخيص ويكون ما بياخدش وقت طويل يبقى في الحالة دي انا دايما بدور على in vitro assay الـ in vivo assays اللي بتتعامل في الانيميلز بتكون costly جدا بتكون مكلفة جدا وبتكون slow جدا بطيقة فبالتالي انا دايما بدور على in vitro assay الاول يتعامل في المعمل العادي من غير in vitro assay ولا حاجة مجرد اشتغل على انظايم معين اللي انا بدور عليه او اشتغل على receptors معينة جوا خلايا او whatever وفي الحالة دي بيكون in vitro assay ما بيكونش مكلف قوي وفي نفس الوقت بيديني results اقدر اعتمد عليها في مرحلة الـ hit screening عشان كده هناك انا كاتب لكم ان اعمالية الـ identification بتتضمن screening لازم يكون ان يحصل screening لمجموعة كبيرة جدا من المركبات باستخدام in vitro assay ودي اهم حاجة ان يكون في عندي in vitro assay موجود خلاص بس كده طبعا بشوف بقى الـ molecules دي انها تقدر تشتغل في الاساي ده مثلا تعمل مثلا انا بدور على antibacterial compound بقوم بحاطة المركبات مع البكتيريا وشوف الـ بتاعت المركبات مثلا انها تموت بالنسبالي في الاساي ده خلاص تمام طبعا دلوقتي الموضوع ده بقى كويس جدا وبقى تحسن اوي وبقى فيه تقدم جامد جدا نتيجة موضوع artificial intelligence والروبوت بقى عندنا الروبوتكس دي بتقدر انها تعمل حاجة اسمها high throughput screening يعني high throughput screening مشهور اوي الكلمة hts high throughput screening معناها ان انا اقدر اعمل بسرعة وبشكل ايه more efficient عن الاول تمام طبعا تعالوا بقى نشوف مرحلة الليد بتيجي بقى المرحلة الوراء اللي هي مرحلة البروموشن مرحلة الترقية من الليفل بتاعت الهيت لمرحلة الليد بنقول عليها الهيت to lead optimization او الهيت to lead discovery طب ايه بقى اللي بيحصل هنا هنا يبقى محتاج ان المركب بتاعي ده اعرضوا المجموعة تانية من الخطوات بحيث اشوف هل هو فعلا ينفع يبقى lead ولا هو بس في مرحلة الهيت ومش حاضرة اكمل عن كده فهمتوا فهيدي الفكرة هنا في الخطوة ده وبالتالي يبقى معنى الكلام ده ان ال lead ده هيكون عنده مجموعة اكبر من الخصائص مجموعة اكبر من هي ممكن تكون hit لسه لسه ما بقتش lead طب اول حاجة عشان اقدر اقول عن المركب بتاعي انه هو lead انه لازم يبتدي يديني او activity في invivo دي اول خطوة لازم اثبتها يبقى لازم ال hit بتاعي يكون active invivo خلي بالكو في قبل كده في ال hit step او ال hit stage كنا بنقول activity في in vitro في المعمل انما عشان اقول lead يبقى لازم المركب بتاعي يبتدي ديني effect في invivo خلاص يبقى invivo settings على animal zuket وبتدي اجرب الحاجة التانية لازم اتطمم برضو من safety بتاعته بالذات اشهر حاجة في safety بندور عليها في المرحلة دي هي هيرج toxicity زي ما اكلم اكيد تعرفوها اللي هي طبعا ان المركبات بتاعتك او ان الهيتس اللي انت مكتشفها دي ما بتعملش blocking اللي هي ممكن تعمل طبعا فيتل اريزمية زي ما احنا كلنا عارفين اكيد سمعتوا عنها قبل كده اللي هي بنوع الهيومن اثر related tox دي بس فدي من الحاجات برضو المهمة جدا اللي لازم نتأكد منها في المرحلة دي ان هو safe فيما يتعلق به الجزء ده فيبقى دي نقطة التانية النقطة التالتة ان الانالوجز بتاعت الهيت ده لازم يكون لها clear structure activity relationship او SAR يبقى في المرحلة دي عشان ابدأ اقول ان انا عندي lead يبقى لازم الهيت اللي انا اكتشفته ابتدي اشوف ال functional groups اللي موجودة المركب ده واهمية functional groups اللي انت بتدور عليها خلاص الحاجة اللي بعد كده ان ما يكونش الهيت عنده reactive functional groups يعني ما بيكونش عنده functional groups اللي هي ممكن تتفعل مع اي حاجة جوا الجسم عندك مع protein مع amino acids وتبدأ تعمل زي shifts base تعمل لك مشاكل جوا الجسم فالreactive functional groups دي لازم ما تكون موجودة وفي list كده دائما بنعملها exclusion من الاول للمركبات بتاعتنا لان غالبا الـ functional groups دي ممكن تخلي المركب يديك activity في bio assay in vitro انما لما تجرب بعد كده in vivo تبتدي تشوف بقى مشاكل كبيرة سواء الانيمال مثلا تبتدي تموت او يحصل تكسيستي فبتدي تبتدي تشوف مشاكل لان الـ functional groups دي بتتفاعل مع biological targets جو جو الـ biological system سواء animal او human وتبتدي تعمل مشاكل فبالتالي من الاول كده في المرحلة دي عشان اقول ان عندي lead ما ينفعش يكون عندي active functional groups جو المركب بتاعي والحاجة الاخيرة ان لازم الهيد ده لو هيبقى lead يبقى low patent opportunities يعني اقدر فرصة كبيرة جدا ان يبقى دواء فبالتالي لازم يكون patent opportunities ما يفعش اشتغل على مركب وفي الاخر الناس تانية عمل له patent ففي الاخر انا مش حاضر اعمل حاجة خلاص انا مش حاضر اتحرك لان هو ده تبع ناس تانية وناس تانية عمل له patent في الاتجاه ده خلاص فبالتالي مهمة قوي ان الهد ده يكون في low patent opportunities او اقدر ان انا اقدر من خلاله اوصل لبرائط اختراع تمام في الحالة دي لو توافر الخمس شروط دول في الهد بتاعي في الحالة دي يقدر اقول على المركب بتاعي انه وليد فالموضوع مسهل ان انت عشان تقدر توصل من الهد ل تتأكد ان هو safe فيما يتعلق كل الحاجات دي لازم تتأكد ايه من هتبص على تتأكد ان مفوش الكميكا وهكذا تمام هنا طبعا ده اوي لليد كمباوند ناس كتيرة بتعتمد عليه وتقول خلاص يبقى احنا كده ايه يبقى احنا كده مش محتاجين اوي كل البروبرت ولكن لازم البروبرت يتكون متوفرة عشان يبقى عندي ريد كمباوند هو هنا بيقولك ان هو لازم يكون نيو كيميكا يعني لازم يكون في نوفيلتي عالية وفي نفس الوقت لازم يكون اقدر ان اعمله امت يعني سهل او ان اغير فيه اعدل في اللي موجود فيه بحيث ان احسن الاكتيفتي بتاعته وقلل بتاعته ودي مهمة جدا للخطوة اللي وراها انت اكتشفت الخطوة اللي وراها ان انت بتبتدي تبني على اللي انت عملتها وتأكدت من الفنكشن اللي بتبقى موجودة واهميتها في تبتدي تعدل الفنكشن دي مش مهمة تتشيل بتأثر بتعملي فبتدي اشيلها عشان تقللي صايد افكس شوية يبقى بعمل حاجة اسمها اوبتمايزيشن عشان كده بوصل لا بعمل حاجة اسمها الليد اوبتمايزيشن يعني بعدل شوية في الليد بتاعي عشان احسن افكس بتاعته وقلل افكس ايه بتاعته خلاص كده واضح وفي الحالة دي انا وممكن كمان اكون الهدف من مع المركب بتاعي وهكذا وبتالي في الحالة دي ان انا عملت كل ده انا بوصل لحاجة اسمها بقى ده كده المركب الجديد ده اللي هو بعد بتاع ده رادي ان انا اقدر اجربه في خلاص انا زبطت بتاعته في زبطت الفرماكو بتاعته زبطت الفرماكو بتاعته ممكن جدا ان انا اروح بقى للهيومنز عشان كده سميناه بس كده تمام بنبتدي بقى نبتدي الاول نعمل بقى بنخش بعد كده بقى خلاص بتاعتنا عشان وانس ان احنا عدينا من كل الكلينيكال بقدر اوصل لي اخد بيها ابروفل اعمل حاجة اسمها واخد ابروفل بقى ننزل لليه الماركت ده باختصار شديد جدا دي هي بيتم فيها عملية بتاعت الهيت انا بتأكد ان الهيت ده فعلا مركب يصلح انه ممكن اكمل عليه عشان كده قلتلكم ايه هنا الاكتيفتي بتاعته ده بيتم من خلال الخمس حاجات اللي احنا شفناهم هنا عشان كده دول مهمين جدا 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 ولازم اسأل فيهم خلاص تمام تعالوا نبتدي نتكلم بقى على عملية كده فهمنا يعني ايه lead تعالوا بقى نشوف ازاي بنعمل discovery لليد ده عملية lead discovery او ازاي اقدر اوصل لليد compound قبل بس ما اتكلم على عملية discovery بتاعت الليد انا حبيت اوريك وهنا بس البروست كده في صورة ارقام يعني طبعا مش هتحفظ الارقام دي ولا حاجة ولكن تفهم بس منها ازاي بتبتدي بعدد كبير جدا من المركبات عشان توصل في الاخر المركب واحد هو ده الدراج اللي انت تقدر تنزله او هو ده حتى lead اللي انت حتقدر تكمل عليه فهتلاحظوا مثلا في مرحلة الهت الاولانية خالص هتلاح ان احنا بيكون عندنا لازم نبتدي بعادات كبيرة ونبدأ نعمل الاسكرينج لو سألتك الاسكرينج انا بتعمل في ان فيترو طبعا فبنبتدي مثلا لو بدأنا مسلا سيب مليون مركب ففي الحالة دي مثلا هيطلع لنا متوقع مثلا يطلع لنا من 10 أو 3 أو 10 أو 4 بنتكلم في دول كونفيرمد اكتف بس هل هما دول كلهم يعتبروا بالنسبة لنا هتبتدي تطبق عليهم البروبرتز اللي احنا اخدناها في الهيتز فهتقول مثلا هل كلهم ليهم مثلا هل انا عارف الستركتر بتاحهم كلهم هل كلهم بيور ولا فيهم حاجات مش بيور طب هل كلهم بيعملوا لي دوز ريسبونس كيرف اللي انتو اخدتوه في الفرماكولوجي هل ده كلهم بيعملوا نفس حكاية ولا كلهم بس بيدوا اكتيفيتي كده عند ايه عند دوز معينة وخلاص لازم يدوني دوز ريسبونس كيرف طب هل كلهم عندهم البروبرتز اللي احنا هل بتاعتهم موجودة هل هم مركبات كيميكالي من ناحية الكيميكال بتاعتهم كويسة ومن ناحية بتاعتهم كويسة ولا فده كل القطوات دي هتبتدي تفلطر لك المركبات دي فالعدد ده ممكن ينزل مثلا للرقم ده طبعا الارقام دي مش فكس دي حسب كل كيس وبتالي بقى عندك تبتدي تخش في مرحلة الليد هل 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 متوفرة عندك هل المركب هل المركب هل البيتنسي بتاعته اكبرها ايه هل ينفع يتعمله البيتنسي ولا لا الخمس البيتنسي اللي احنا اتكلمنا اليوم فيه السلايد اللي فاتت بتاعته كل الحاجات دي هتلاقي ان المركبات دي هتنزل بشكل كبير جدا معك مش كل دول هينفع يبقوا ليد فده اللي بقوله لكم انت طول ما انت ماشي في بتاعت في حاجات بتعمل لها على طول ايه اكسكلوشن او بتعمل لها بتتفلتر معك تمام بعد كده هتلاقي ان بعض المركبات دي بعد ما تعمل الاس اي ار مش كلهم تقدر تعمل لهم حاجات منهم بس اللي تقدر تعمل ها من ناحية عشان توصل اللي من خلالها توصل بتاعك فممكن من كل دول المليون توصل في الاخر ل3 او 5 مركبات هم دول اللي تقدر تكمل بيهم بعد كده في في كلها مرحلة بنسميها يعني قبل مرحلة ال طيب تعالوا برضو نشوف هل وانت ماشي خلال من ال الليد اللي هو ال هل بيبقى في اخباره المفروض وانت ماشي خلال ال تتحسن المفروض بمعنى ان انت خلال مرحلة الهيت مش شرط يكون مركب اكتف قوي تمام ولكن في مرحلة المفروض بتاعته تبقى احسن شوية هتقول لي ده هو هو نفس المركب لا مش شرط انا ممكن ابتدي بهيت 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 معين مركب بيكون اكتيفتي بتاعته مش قوي ولكن اعمل بروسس اللي هي الهيت بتاعته شوية فاوصل لمركب تاني اللي هو الليد والليد ده يبقى اكتيفتي بتاعته احسن يبقى انا خلال البروسس دي انا مش شرط ان الهيت اللي اكتشفته هو هو يكون الليد ممكن ان انا اعدل في الهيت ده وفي بتاعه بحيث ان انا وصل لليد ايه كمباود عشان كاسم منها مش في كل الاحيان المركب اللي انت اكتشفته من الاول كهيت هو هو المركب اللي هي بقى اكيد ممكن تعمل يبقى فيه تدخل منك من ناحية الكامستري عشان توصله لمرحلة الليد كمباود وبتالي طول ما انت ماشي في البروستس دي انت المفروض ان الاكتيفتي بتاعتك بتزيد برضو تعالوا نشوف الحتة دي هنا مثلا طبعا برضو الارقام ما بنحفظهاش هنا مثلا عايزين يكتشفوا راف وان كينيز انهيبترز فبدأوا الاول ولاقوا مثلا ان احنا وصلنا الليد هنشوف طبعا الليد زي بتتكتشف ازاي دلوقتي بس يعني الكنسنتريشن اللي بيعمل انهيبتشن بيعمل 50% انهيبتش للانزايم بتاعك اللي هم نكلم عليه اللي هو راف وان اي كينيز فبنكلم على بعد كده بدأ ان هو هنا برضو من عمل يعني عدل في بتاع الليد ده عشان يشوف عشان يشوف الفرماكو ديناميكس عشان يشوف الفرماكو كينياتيكس فلاقينا من 17 تمام لي 1.1 تقريبا تمام او من 1.7 ل1.1 حسب المركب اللي انت هتشتغل عليه هنا في بعض المركبات كانت اكتر من 25 تمام نزلت كل ده نزل لايه ل1.1 يبقى ده احسن مركب هو قدر يوصله بعد عملية وعملية والتعديلات اللي هو عملها في بالطريقة اللي اخدناها في بداية الكورس تمام طيب يبقى 1.1 ميكرو مولر ده يعتبر نوعا ما optimized lead optimized lead تقدر ان انت تكمل به وتقدر ان انت تشوف ده كمان ما اكتفاش بكده ده قدر ينزل بعد كده بالاكتيفتي للنانو مولر تمام يبقى لو قلنا ان ده حتى still optimized lead 1 فهو عمل further optimization ان الاكتيفتي بتاعته لسه بالنسبة له في الميكرو مولر ده مش احسن حاجة احنا دايما ويبقى بعد كده clinical drug candidate بالتالي يقدر يبقى بعد كده يبقى drug اللي هو السورة في نيب خلاص فيبقى الفكرة هنا ان انت طول ما انت ماشي خلال البروزيس الاكتيفتي عملت هي دي بس النقطة اللي انا عايز اوصلها ان انت دايما بتحسن الاكتيفتي طول ما انت ماشي في الايه في البروزيس ومش معنى ان انت وصلت الهيت وبعدين وصلت الليد وراح عمل مرة تلتة عشان يوصل الى الاي سي فيفتي اللي وصل لها دي تمام يبقى مش شرط يبقى عملية الاكتيمايزيشن دي بتكون ممكن يبقى فيها stage 1 و stage 2 و stage 3 براحتنا طالما اللي وصلتش للليفل الى اكتيفتي اللي انا عايزه ده بالنسبة للايه النقطة دي تعالوا بقى نتكلم شوية على وازاي المختلفة اللي احنا من خلالها بنقدر تدسكوفر اليد ان شاء الله حاول ان انا اختصرها بشكل كبير يعني في ساعة كده ولا حاجة بحيث ان انتم تلموا الموضوع كله ان شاء الله في ساعة ونص بازن الله طبعا احنا once ان احنا حددنا الدراك تورجت اللي احنا هنشتغل عليه في ديزيز معين زي ما اتفقنا وحددنا البيو الساي اللي احنا هنقدر نشتغل من خلاله تؤسس او تسكرين او تفايند الليد كومباوند تيجي بقى الخطوة دي على طول ازاي نقدر ان احنا نعمل فايندينج لليد كومباوند طبعا احنا عمدنا ابروتش كتيرة جدا لعملية الهيت والليد فايندينج ويمكن الابروتش دي مشترك يعني نقدر ان احنا نكتشف من خلالها هيتس او ليدز حسب الاسي طبعا ان احنا اتفقنا ان الفرق الجوهري قوي ما بين الهيت والليد هتبقى في نوع الاسي اللي انت بتعمله اكتر حاجة الهيت بتبقى ان فيترو مالي اما الليد بتكون ان فيفو يعني لازم فبالتالي انت ممكن هتبقى اكتشفت هيت في الاول وبعد كده تبتدي تطبق عليه بقية الكريتيريا اللي احنا طلبناها فبالتالي توصل لمرحلة الليد بشكل كبير ولكن في الاخر الستراتيجز واحدة اللي انت بتشتغل بيها بتكون واحدة فخلينا الاول بس نفهم حاجة ان الحاجة الاساسية اللي انا اكتد عليها هنا ان مش معنى ان انا وصلت الليد انا قلتلكم عندي هيت وعندي ليد فمش معنى ان انا وصلت الليد كومباوند فانا معنى ان الدنيا وردي معايا ان الاكتيفتي احسن حاجة وان مفيش خالص وان المركب موجود واقدر ان انا صنعه بسهولة لا مش شرط خالص ممكن او في كتير من الاحام بيكون في عدد كبير جدا من المشاكل تمام وعشان كده تيجي خطوة بعد كده ان انا ازاي بحيس ان انا اقدر حل المشاكل اللي موجودة فيه خلاص فبالتالي ممكن جدا يكون الاكتيفتي بتاعته مش احسن حاجة وده اللي مكتوب هنا خلاص وممكن يكون عنده لازم تتعالج خلاص ممكن يكون مثلا عملية بتاعته صعبة تصنيعه صعب فده برضه مشكلة فبالتالي لازم تحاول تحلها فبالتالي اللي انا اقصده ان ما بيكون كل الحاجة فيه وردية لأ عندك عدد كبير جدا من المشاكل اللي انت محتاج تتغلب عليها عشان كده بنقول ان هو نقطة البداية لسه انا لسه دي نقطة البداية في عملية بعد كده وعملية اللي حتم عليه بعد كده سواء من خلال سواء من خلال ان نوصل كويسة لي سواء من خلال ان اشوف الفرماكو كايناتكس التاعته كل الحاجات ان عملية ال ايدنتفيكيشن بتتم ازاي فلاقينا ان اسه احسن حاجة عشان تشوف ايه انجح طريقة توصل بها الليد ان ان تشوف الادوية اللي في السوق تم اكتشافها ازاي فبنعمل حاجة اسمها ريتروس باكتف اناليسيز يعني بالعكس انا بدل ما هدور ازاي اكتشف الليد لا انا حشوف الادوية اللي اكتشف اكتشف ازاي بالعكس امشي بالعكس فبالتالي لقينا ان الادوية اللي في السوق دلوقتي معظم الادوية اللي في السوق تم اكتشافها عن طريق حاجة من الاربعة دول فور اكتشف اربع اربع او اكتر اربع استراتيجيات يعني من خلالها بنقدر ان احنا ايه نكتشف في السوق وبالتالي بنجيب الدواء اللي موجود في السوق نبدأ نعمل عليه موديفكيشن او حاجات معينة ونشوف النتائج بتاعت الكلام ده بتكون ايه غالبا بيطلع لليد جديد يعني مثلا وهنشوف الكلام ده بالتفصيل اللي جاي ان انا اجيب مركب الدواء بيعالج مثلا الانفلاميشن وابتدي اعمل على الدواء ده فاوصل لمركب جديد المركب الجديد ده عنده في علاج الكانسر فالمركب الجديد اللي طالع ده هو اعتبر ليد كومباوند لسه بس في علاج مين الكانسر بس انا اعتمدت على دواء اساسي موجود في السوق وطبعا الابروتش ده لهم مزايا كتير هكلم كو عليها يبقى الابروتش خلاص كده ممكن يكون ده نفسه من غير ما اعمل عليه اي موديفكيشن ولا حاجة هو ليد كومباوند في علاج ديزيز تاني فاهمنا ازاي فبتدي ابتدي من خلال الموضوع او ابتدي هو الستارتين بوينت بالنسبة لي في الشغل بعد كده فده الاستراتيجي تقولك ان انت ابتدي من الادواء الموجودة في السوق وجربها فيه اتجاهات تانية وشوف الاستراتيجي التانية هي الاستراتيجي بتاعت السكرين اللي هي بنقول على الفيشنج الفيشنج الصيد اللي هو هنجيب مجموعة كبيرة جدا من المركبات ونبتدي نعمل باستخدام بايو السي انا بدور عليه ممكن المركبات دي تكون ناتشرل ممكن المركبات دي تكون مش مش هتفرق معاية المهم ان بيكون عندي تمام كده وفي الحالة دي المركبات اللي انا باختارها بتكون مش شرط على فكرة يكون لها اساس اوي في الاختيار اهم حاجة يكون فيه تنوع في المركبات اللي انا باختارها وبحيث ان انا ايه ابتدي ان انا اشوف او اقدر اوصل يبع عندي احسن ان انا قدر اوصل لمركب يكون اكتف خلاص كده يبدأ الابروتش التاني الابروتش التالت بيعتمد على يعني خلينا اقولها باختصار كده بيعتمد على الصدفة شوية بيعتمد على او سعب نقول عليها احنا ايه سرينديبيتي اكيد سمعتوا المصطلح ده قبل كده السرينديبيتي معناها ان انا بيحصل حاجة الحاجة دي انت بيبقى عندك open mind بيكون عندك يعني عقل متفتح كده ان انت تستغل ال chance او الصدفة اللي حصل دي والترجم ها لنتيجة كويسة جدا يعني مثلا ممكن ودي هنشوف ها بالتفصيل في حتة في المليجي نتكلم كمان شوية ان اكتشف مثلا مركب او انا بيشغال على ديزاين مثلا لمركبات عشان تعالج الهايبرتنشن مثلا فلاقي ان انا بدور على المركبات دي الاقي ان في مركب منهم مثلا بيعمل مثلا او بيخلي المدخنين مثلا يقلعوا عن التدخيل فبالتالي بدلا ما انا كنت هستخدم او هستخدم بالمركب ده انه يعالج الهايبرتنشن لا هنا فيه حاجة حصلت بالصدفة اكتشاف جانبي والاكتشاف الجانبي ده ساعدني ان انا اوصل لدراك في اتجاه مختلف تماما على اللي انا كنت رايح فيه خلاص وده هتكلم عليه بالتفصيل طبعا لما نجيله تمام بيعتمد على زي ما قلت لكم وانت شغال حصل نيو ديسكوفري مثلا في البيولوجي او وانت استخدمت الابزرفيشن بتاعتك او ملاحظتك دي في اكتشاف ليد كومباوند في اتجاه ما قدتش انت ناوي اصلا تروح فيه خلص تمام الحاجة الاخيرة اللي هي ان انت تشتغل بالراشونال ديزاين راشونال ديزاين اللي هو مشهور جدا اللي هو اللي هو اللي هو انا بيعتمد ميلي عشان يحصل راشونال يعني لازم يكون سيستيماتيك فبالتالي عشان يكون سيستيماتيك يبقى لازم تكون عندك عن اللي اللي انت بتتكلم عليه او اللي انت هتشتغل عليه سواء كان انزيم او ريسيبتور او غيره تركيبه عبارة عن ايه بتاعه بتكون من ايه او على اقل يكون عندي اللي هو بيشتغل على ممكن يكون ناتشور اللي جند جوال جسم بيشتغل على التارجد ده انت عايز تخلي المركبات بتاعتك تمسك زيه او تشتغل كانتاجون ستلي فبالتالي لازم يكون عندك انفرميشن عن اللي بيشتغل على التارجد ده يبقى هنا بنعتمد على راشونال ديزاين بس لازم يكون عندي مهمة جدا عن باختصار كده بتاع الباثولوجيكال ديزيز اللي انا بدور او بشتغل عليه تمام دول الفور باختصار شديد جدا ملمومين بشكل حلو في السلايد دي لما هنجد نتكلم عليهم بالتفصيل في السلايد اللي جاية هتلاقيهم متفرعين معك لتان ديفرنت ويز او تان ديفرنت يعني طرق مختلفة من خلالها اقدر ان انا افايند خلاص ولكن في الاخر العشرة دول هتلاقيهم واعين تحت الاربعة اللي موجودين قدام خلاص يبقى انا عندي تان ديفرنت ويز او تان ديفرنت سورس توفايند اليد كومباوند هما دول اللي احنا هنتكلم عليهم في السلايد اللي جاي هنا زي ما احنا نتكلم بعد بنتنقل من فكرة الاستراتيجية اللي هي المين فايند اللي ازاي تقدر يبقى عندك استراتيجي معينة تقدر من خلالها تكتشف هيت او تكتشف ليد كومباوند اللي هي المنوع للخطوط العريضة يعني اللي هي الحاجة العامة قوي هتمشي على ايه الاستراتيجية العامة اللي انت هتتتبع في عملية بتاعتك للأبروتش بقى ممكن تحت الاستراتيجية الوحدة يبقى عندي اكتر من أبروتش اقدر استخدمهم عشان اوصل اللي انا اقدر اكمل عليه خلاص هي دي بقى الموجودة هنا قدامنا اللي هي الابروتش دي تمام وفي كل من دول هيبقى عندي اداة هيبقى عندي هيبقى عندي هيبقى عندي هيبقى الابروتش ده واقدر اوصل للنتيجة اللي انا عايز ده كده ملخص الحتة دي باختصار شديد جدا يعني فهنا انا ملخصتوك حوالي او كاتب لك حوالي سبعة ابروتش مختلفين طب هل هي دي كل الابروتش اللي موجودة في عموما لا عندنا طبعا اكيد ابروتش تانية ولكن الابروتش وانت شغال تلاقي ناس شغالة جنبك بتعمل جزء سينثاتيك عادي جدا وبتشتغل بطريقة سينثاتيك فبيبقى ليهم مختلف شوية تمام انما فيه ينفع فيها الاتنين زي اللي انا هتطهال لكم قدامنا دلوقتي دي السبعة ينفع فيهم انت تشتغل وينفع فيهم انت تشتغل وينفع فيهم انت تشتغل الاتنين مع بعض تبتدي مثلا بالناتشورل وتبتدي تعمل بعد كده وتوصل لحاجة سينثاتيك ودي اغلبية النجحة بتبقى كده ولا هي سينثاتيك يعني فروم سكراتش ولا هي بيورلي ناتشورل فروم سكراتش هي بتبقى مبين الاتنين دول وبعض او مبين الاتنين دول وبعض فهتنقى مثلا عندك اول الاتنين هنتكلم عليه اللي هو الطبيعي خالص اللي هو معظم الشغل اللي بتاعنا بيمشي بيه اللي هو مقرر من الاول ان انا هبتدي بناتشورل بروديكت وهعمل سكرين على ناتشورل بروديكت او ناتشورل سورس مختلف فده ابروتي في ابروتي تاني برضو مرتبط اوي بالناتشورل بروديكت ان انا اروح اشوف التراديشنل اشوف اشوف النباتات اللي بتشتغل في التشاين واللي بتشتغل في الهند واللي بتشتغل في انشنت ايجيبت واشوف النباتات دي وابتدي ان انا برضو اشتغل عليها واعمل لها تراكينج واشوف ايه المركبات اللي ممكن تخلي نبات زي ده يستخدم في علاج الضيوبيتس او يعني معظمها تبقى حاجات كلها natural surf تمام؟ هنا يجي بسلا الابروتش الثالث والابروتش الرابع الابروتش الثالث ورابع فيهم من الكنين تقدر تشتغل natural وتقدر تشتغل كمان synthetic ازاي؟ انت ممكن يبقى عندك حاجة اسمها الابروتش الثالث مثلا ممكن يبقى عندك انا بس في السلايد دي بحاول انا اعمل summary كده وبعدها هنتكلم عليهم بالتفصيل الابروتش الثالث مثلا ممكن يبقى عندك حاجة اسمها existing drug يعني عندك drug موجود already في السوق وبالتالي drug ده وارد جدا انه يكون natural وارد جدا انه يكون synthetic ده طبيعي انه عندك ادوية في السوق natural وعندك ادوية تانية في السوق synthetic فانت هنا الابروتش بتاعك يحتمل كده ويحتمل كده حسب انت هتشتغل بانهي drug او هتبتدي من انهي drug انت مختاره ويمكن ده approach بقى شائع جدا دلوقتي اللي هو بنسميه ساعات drug repurposing repurposing يعني اعادة استخدام الادوية اللي موجودة في السوق for a new indication the new indication او الاستخدام تطبي جديد غير اللي هو بيستخدم به في الاساس فانت وارد جدا انه يبقى عندك natural product نجح ووصل انه هو يبقى drug فتعيد استخدامه في اتجاه مختلف ودي لها اكتر من طريقة زي ما هنشوف في حاجة اسمها and me too and me better drugs وفي حاجة تانية اسمها enhancing a side effect of an existing drug هنشوف في التو approaches دول خلاص الابروتش الرابع اللي هو starting from the natural legend or modulator ودي حلوة جدا برضه وتحتمل synthetic وتحتمل natural يعني انا دلوقتي مثلا عايز اجيب lead compound في اتجاه معين ايا كان الاتجاه ده وليكن مثلا في اتجاه ال inflammation اي حاجة يعني اروح اشوف ايه هو وعندي enzyme معين انا عايز اعمله targeting ممكن اعمل ايه اروح اشوف substrate بتاع ال enzyme ده واشوف structure بتاعه لان structure بتاعه هو ده اللي بيخليه يمسك في ال enzyme في active site بتاع ال enzyme وبالتالي لو انا قدرت اعمل الاقي مركب شبه بس فيه موديفيكيشنز او فيه تغييرات تخليه يعمل بايندنج بشكل بافينيتي اعلى لل active site يبقى في الحالة دي انا قدرت اقفل مثلا ال enzyme ده ووصل لحاجة اسمها enzyme inhibitor مثلا تمام يبقى هنا انا بعمل ايه هنا ده بيحتمل الاتنين ان انا اجيب substrate بتاعي اللي هو natural structure بتاعه واعمل design design purely synthetic لمركب جديد يشبه substrate بتاعي ويبقى انا ماشي في سكة ال synthetic او امشي في سكة ال natural product drug discovery وفي الحالة دي هجيب برضو substrate وحاول ادور على structures في ال nature تكون similar للمركب ده لل substrate ده واجربها فيبقى انا هنا بعمل زي نعمل انواع similarity search بدور على حاجات مشابهة ال natural product اللي موجود عندي تعالش كده بقولكو حتة مثلا starting from the natural legend or modulator بتاع الانزيم دي تحتمل synthetic وتحتمل ال natural تمام؟ طيب الجزء اللي بعد كده اللي احنا كلنا اللي هي ال approach رقم خمسة ده ممكن اول ما تقراض تتخيل ان ده synthetic مين اللي قال computer aided drug design تقول ده لا ده من الاول كده synthetic لا بالعكس ال computer aided drug design اه ممكن ان انت تدزاين مركب from scratch ويبقى purely synthetic وتصنعه وتجربه ده ابروش ولكن ال computer aided drug design to be used to modify your natural product انت بعد ما وصلت ال natural product بتاعك انت تقدر تستخدم computer aided drug design وتعمل modifications في ال structure بتاع natural product لاهداف مختلفة سواء to improve the solubility بتاعته سواء to improve the activity بتاعته سواء to improve the pharmacokinetic behavior عموما bioavailability وهكذا يبقى هنا computer aided drug design مش مقتصر بس على فكرة ان انا design مركب from scratch ويبقى هو بيولي synthetic وخلاص لا انا ممكن استغل to improve a natural product احسن به natural product موجود عندي من ناحية مشاكل مختلفة effect معين موجود في natural product المركب الجديد اللي طالع من القصة دي ممكن يكون semi synthetic مايبقاش natural a بس ممكن يكون semi synthetic وممكن ال computer aided drug design نتيجة الموديفكيشن اللي اقترحته على natural product ألاقي مركب تاني شبيه ال natural product ده هو ده اللي ينفع استخدمه ويبقى احسن من ال natural product اللي مكتشف يبقى هنا ال computer aided drug design ليه برضو applications في حتة ال natural product ايه drug discovery طبعا ال approach رقم 6 ده ماشور او اكيد اتكلمته عليه او شفته في اجزاء تانية من الكورس اللي هو فكرة virtual screening اللي هو انا اقدر اعمل computerized searching استغل ال computer واستغل docking experiments او استغل ايا كانت الطريقة اللي انا هعمل بها search وابتدي ان انا ادور جوه databases مختلف ممكن ال data basis دي تبقى completely natural ممكن ال data basis دي تبقى completely synthetic ممكن ال data basis دي تبقى completely synthetic ممكن تبقى mixture من ال اتنين زي ما انا عايز وفي الحالة دي انا بعمل virtual a screening اخر حاجة وده approach حلو قوي برضو عايز اكلمكو عليه واح نتكلم عليه في المحاضرات اللي هو approach رقم 7 ده اللي هو fragment based lead discovery ويمكن ال fragment based lead discovery هو برضو بيشمل الاتنين محتاج معاك راجل بتعمل chemist وانت كراجل natural product chemist شغال في القصة لان في بعض الاحيان انت بتقدر تكتشف natural product ويكون له activity بس دايما بنسأل السؤال وماذا بعد يعني دايما هو دلوقتي hit او lead على الليفل ده عشان يوصل يبقى ادرج انت محتاج تطوره محتاج تطوره ممكن يكون من ناحية complexity زي ما هنشوف ان احد مشاكل ال natural product الاساسية هي ان ليها complex structure كبير جدا وبالتالي هيبقى عندك مشكلة ان انت توصلها للسوق بالشكل ده لان بتاعها صعب بتاعتها ان انت تقدر تجيبها بشكل مستدام بيكون صعب جدا فانت بتحتاج في وقت من الاوقات تعمل simplification ده تحاول تدور ايه الحاجات المهمة اللي في ال structure ده وتستغنى عن الحاجات اللي مش مهمة يعني نقدر نوصل ال important pharmacophore اللي انا عايزه وتصنع مركب بقى جديد بناءا على الكلام ده عشان كده ال fragment based discovery ان الحاجات الحلوة قوي في القصة دي ان انت ممكن بعد ما وصلت ال natural product معين توصل ل fragments جوه ده هي المهمة وتعمل design لمركب جديد بناءا على ال fragments دي فده مهمة قوي اسمه وانا بحب جدا نسأل في الجزء ده تعالوا بقى نبتدي ناخدهم كده واحدة واحدة ونبتدي نشتغل عليهم ايه واحدة واحدة ونفهم كل واحد منهم ايه زي ما قلتلكم في كل واحد من دول حاول بعض الامثلة مش لازم قوي نعرف الامثلة بشكل detailed ممكن نركز على الامثلة اللي اتقالت في جزء ال natural products اكتر انما الامثلة اللي بتبقى synthetic دي بتبقى الهدف منها الاساسي هو ان انتو تفهموا ال concept تمام؟ فما نقعدش نحفظ امثلة بشكل كبير يمكن اول source لـ to find the lead compounds هو ال natural products وده يمكن من اهم السورس عشان كده انا بدأت به ال natural products هي من اهم السورس للـ biologically active compounds وان انت تقدر توصل لـ hits وتقدر توصل لـ leads بشكل كبير جدا وده له اسباب طبعا اول حاجة ممكن نتكلم فيها هي الاناليسيس برضو للادوية اللي في السوق وده يمكن هنشوفها في اخر سلايد خلاص النهاردة هوريكو حاجة statistics كده معمولة تبقى لك اهمية ال natural products في عملية ال leads والـ head discovery هنلاحظ ان معظم الادوية اللي في السوق هتلاقيه حاجة من اتنين يا اما natural products as it is كده يعني فصلنا natural products ووصل بقى هو ده المركب او هو ده drug بتاعي او هيكون ال drug اللي موجود في السوق ده جاي من lead compound و lead compound ده كان natural بشكل او باخر فبالتالي يبقى يبقى دول حلين اللي هتلاقيهم دايما في كتير من الاحيان دايما هتلاقي natural source ليها دور في الموضوع وده له سبب ان ال nature دايما بتبقى مصنع كبير جدا لمركبات ال novelty بتاعتها بتكون عالية ال chemical novelty اللي بتطلع من ال nature عمر ما اي chemist يقدر ان هو يحلم بيها حتى تمام؟ لو جينا بصينا مثلا على structure بتاع ال artemisinin ده واحد من اشهر ال anti-malarial drugs هتلاحظوا ان هو فيه trioxane ring واضحة جدا شايفينها عاملة ازاي فيها three oxygen بالشكل ده يعني chemical unstable بشكل كبير عمر ما فيه كامست يفكر يعمله بس وجودها في ال nature بالشكل ده واكتشاف الاكتيفتي بتاعتها جينست المالاريا وانه سبب الاكتيفتي دي هي trioxane ring فهو ده او ال endoperoxide ring اللي موجودة جوه دي الpyroxide group اللي موجودة جوه دي وبالتالي يبقى باختصار اللي انا عايز اقوله ان ال chemical novelty دي اهم حاجة بتميز ال natural products وهي اكتر عامل بينجح ال natural products ك source to find new lead compounds خلاص كده طيب لو جينا بصينا على ال natural sources طبعا هنتكلم عليها في ال slides اللي جاية ولكن اغلبية natural sources ما بتكونش فيها مركب واحد انت بتكلم على لو بتكلم مثلا عن نباتات فلو جبت اي plant extract عمرك ما هتلاقي فيه مركب واحد هتلاقي فيه مجموعات كبيرة جدا من المركبات وهنا بتبقى الصعوبة شوية في ان انت to identify المركب اللي مسؤول عن biological activity خلاص لان اغلبية natural sources بتلاقي لها biological activity في الاتجاهات المختلفة اللي انت بتدور فيه بس الشطارة ان انت تعرف مين هو المركب اللي مسؤول عن biological activity اللي احنا كنا دايما بنوع عليه في الكوجنوزي active principle او active constituent وغالبا active principle او ال active constituent ده لو بصت عليه وطبقت عليه الكريتيريا اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية هتلاقيه ينفع يبقى ليت في كتير من الاحيان تمام كده وبالتالي يبقى active principle ده هو دي الحتة الصعبة شوية ان انت ازاي to identify natural او active principle جوه extract بتاعك اللي بيقى مليان مركبات كتير وعادة ال active principle ده بيكون secondary metabolite طبعا اكيد عارفين الفرق ما بين primary وال secondary metabolites فدايما هتلاقي ان active principle ده هيكون secondary metabolite structure بتاعه complex في chiral centers كتيرا فبالتالي هو novel compound زي ما شرحنا هنا كده في حتة الايه الارتمازينة خلي بالكم من حاجة النوفيليتي بتبقى عالية نتيجة ان complexity بتاعته structure بتبقى عالية ما ده طبيعي المركب complex جدا chiral centers كتير وبالتالي نوفيليتي بتاعته عالية عمرك ما هتلاقي مركبات كتيرة شبهه خلاص بس دي بتعمل لك مشكلة ان طالما complexity بتاعته structure عالية يبقى عملية بتاعته هتبقى صعبة عملية تصنيعه هتبقى صعبة وبالتالي هتلجأ دايما ان انت تجيب المركبات دي من natural source بتاعها مع عن طريق ال isolation وال identification وال purification والكلام ده ودي process مسهلة ابدا بتكون cost costly جدا بتكون time consuming جدا والكميات اللي بتوصل لها مش شرط انها تكون sustainable يعني متكونش مش شرط انها تكون مستدامة يعني فيها فيها حاجة مستدامة ان انت تقدر توصل لكميات كبيرة بسهولة فهي عملية مش سهلة وهنا دي المشكلة الاساسية في natural products اللي هي بتخل شوية بعملية lead compound لو فاكرين ان احد الحاجات الاساسية في lead compound انها تكون chemical tractable يعني اقدر ان انا اوصل لها وصنعها واعمل منها sustainable source فهنا بتبقى المشكلة شوية ولكن طبعا الحكاية دي تتحل فيه approaches كتير في ال biotechnology دلوقتي ان احنا نقدر نعمل production لكميات كبيرة من المركبات دي بشكل كويس او حتى عن طريق medicinal chemistry ان احنا to design simpler compounds اعتمادا على يعني compounds ابسط شوية اعتمادا على دراستنا structure activity relationship بتاعت المركب الاساسي اللي هو جاي من ال ايه من ال nature تمام يبقى كده احنا فهمنا مبدئيا ايه هي ال advantage الاساسية بال natural products وهي حتة وفي نفس الوقت ليه لازم ناخد بالنا عشان ال complexity العالية بتخلي بتاع المركبات دي في منتهى الصعوبة وده اللي انا كاتبه هنا او ده اللي انا قلته هنا ان زي ما قلتلكم المشكلة الاساسية اللي بتقابلنا ان المركبات بتكون عملية بتاعتها ما بتكونش سهلة خلاص كده وبالتالي بتلجأ لعملية من ال natural source وده برضه ما بيكونش سهل خلاص وبيكون من ناحية الوقت ومن ناحية التكلفة طيب فبالتالي زي ما قلتلكم دايما بتبقى الميزة الكلام ده انا قلته كله في الصلاة اللي فاتت ان احنا نحاول نعمل ديزاين من elite compound بتاعنا وفيه approach كتير للحكاية دي طيب النقطة التانية بلا انا عايز اكلمكوا عليها وانا عشان اجيب natural products اللي انا حعمله screening ده اول او natural products عموما باجبها منين باجبها من natural sources والnatural sources كلنا عارفينها اما بتكون plant اما بتكون marine اما بتكون microbes اما بتكون animals اما بتكون venoms and toxins هم دول الخامسة natural sources ال natural products بتيجي منهم خلاص كده طبعا اشهارهم هي plants ويمكن اكتر حاجة فيهم تم دراستها شوية هي plants خلي بالكو كل natural world ده بكل الانواع اللي انا اتكلمت عليها دي كلها unexplored لسه حتى ال plants رغم كل ال plants اللي تم دراستها لغاية دلوقتي الا ان احنا عندنا فلورة كتيرة جدا حوالين العالم لسه unexplored وممكن يطلع منها ادوية لا تعد ولا تحصل ليه لقتيجت ان natural sources نفسه لسه has not been fully explored لسه مش قادرين ان احنا ايه نسكرين كل النباتات دي والفلورة دي وكل marine organisms اللي في ال oceans وغيره عشان نقدر ان احنا نطلع منها كل المركبات اللي موجودة فيها ونشوف الموضوع مسهل تمام طيب وبالتالي بل انا عايز اقوله ان natural products دي لسه استيل برضو ايه ريتش سورس للدسكوفري بتاعت ال lead compounds طبعا عندنا امثلة كتيرة جدا جدا على مركبات سواء كانت باقت ادوية زي دي جوكسن مثلا زي الكنين زي الباكليتاكسل او تاكسل كان واحد من اشهر الانتي كانسر دراجز او او كانت ليد في للديزاين او بتاعت دراجز بعد كده زي الكوكاين مثلا او الكوكاين يعني الكوكاين من الحاجات اللي بعد كده اكتشفنا من خلالها مجموعة ملنا موديفيكيشن عليه وصلنا المجموعة كبيرة جدا من ال local ايه انثاتيكس تمام وبالتالي يبقى مهم قوي نبقى فاهمين ان مشارط ال natural product يبقى دراجز على طول ممكن جدا انا اعمل عليه اوصل منه المركبات تانية اصغر بكتير ولكن ال natural product بياخد الكريدت على انه هو كان السبب في اكتشاف الدواء اللي انا بدور عليه طبعا عندنا امثلة كتيرة جدا طبعا عندنا امثلة كتيرة جدا على ادوية طبعا كانت موجودة في الاسلايدي اللي فاتت وانا برضو حطيتها في الاسلايدي تاني الارتمازلين واحد من اشهر الانتي مالاريال ايجنس الباتليتاكسل واحد من اشهر الانتي كانسر ايجنس الجالنتامين واحد من اشهر برضو الاسلايدي اللي اكتشفوها في المانجمينت في الزيهايمر ديزيز خلي بالكو التلاتة دول احنا بنتكلم على natural products تم اكتشافها وباقت ادوية زي ما هي ما حصلش فيها اي تغيير تمام؟ طبعا مش دي الكيس اللي بتبقى موجودة على طول ولكن دي احد الكيس اللي بنلاقيها ممكن تلاقي زي ما وطيركم natural product ده بس حصل في بعض الموديفكيشن وبقى هو الليد وبعد كده تحول بقى ده فيه دواء تاني يطلع بعد كده ولكن كان natural product هو الليد اللي من خلاله تم اكتشاف الدواء اللي احنا بندور عليه وبالتالي يبقى الفكرة هنا ان المركبات دي خلي بالكو كلها طلعة من plants يبقى هنا البلانت واحدة من reach sources وال promising sources لي new drugs وهتفضل كده تمام؟ بي بعض الناس بتفتكر ان خلاص البلانت دي اتهرست شغل ومفيش منها حاجة تانية ممكن تطلع بالعكس احنا فيه كمية flora سواء في مصر او برا مصر لسه لم يتم عملية discovery بتاعتها او عملية screening بتاعتها بشكل كبير جدا كل reinforced فورست كلها اللي حوالينا العالم فيها كمية plant species كلها لسه ما تمش اكتشافها من الاساس تمام؟ وبالتالي ما تمش اصلا عملية screening بتاعتها خلاص؟ عشان كده بنقول دايما ان لسه ال natural products دي هي المين تراجر اللي لازم ندور فيه على في علاج الامراض اللي عندنا فيها مشاكل خلاص كده؟ طيب النقطة التانية بقى اللي هي وده طبعا منطقي لان اصلا البلانس معظمها بالذات البلانس يعني معظمها بيبقى دايما بتبروديوس secondary metabolites بهدف الديفانس الديفانس ميكانيزم سواء عشان تمنع الانسكس من انها تأتاج من ان تمنع الانيمالز من انها تكلها وهكذا وبالتالي يبقى لازم دايما المركبات اللي هي secondary metabolites اللي بتنتج بهذا الهدف غالبا حيكون لها بوتنت بيولوجيكال اكتيفتي بالنسبة لنا وبروميسينج بيولوجيكال اكتيفتي بالنسبة لنا الفكرة بس ان انت تعرف ايه هي البيولوجيكال اكتيفتي المطلوبة خلاص طيب تعالوا بقى نكمل مع بعض النوع التاني برضو من السورس اللي هو الايه نبتدي نشوف بقى المايكروبيل سورس بيكون عبارة عن ايه يمكن السورس تاني برضو ما يقلش اهمية ابدا عن البلانس دلوقتي هو المايكروبيل وورد ويمكن ده من الحاجات دلوقتي اللي فيه شغل كبير جدا عليها يمكن اكتر من نباتات المايكروبيل وورد كمان من الحاجات اللي هي دايما ما نركز فيها على حاجتين البكتيريا و الفانجاي الاتنين دول من اكتر الحاجات اللي هي بتبقى بتقدر تديني عدد كبير جدا من المركبات اللي هي ممكن تبقى ويمكن اول حاجة تيجي في دماغنا ان المركبات دايما اللي هتطلع من البكتيريا والفانجاي ممكن جدا ان احنا نروح نستخدمها في اتجاه الانتي مايكروبيل را principalmente اللي هو عملية الدسكاوغري تاعت مركبات تشتغل على بكتيريا معينة او تشتغل على فانجاي معينة كانتي بكتيريا او كانتي فانجل practise تمام؟ ويمكن أول حاجة برضو تيجي في دماغنا في الحكاية دي وهي اللي فتحت أصلا التفكير في أن احنا نبتدي نعمل سكرينينج لي المايكروبز وندور فيها على دي هي البينيسالن عملية الديسكوفري بتاعت البينيسالن باي فلمينج كانت من أشهر الكيسز اللي فتحت المجال بقى بعد كده لعملية الديسكوفري بتاعت ايه؟ بتاعت الانتي مايكروبيل ايجنس أو الانتي مايكروبيل دراجز من المايكروبيل ايجن أو من المايكرو ايجنس وده اللي خلى دلوقتي فيه كامبينز كتيرة جدا بتتعمل ان انت تجمع سويل سامبلز تجمع ووتر سامبلز وتبتدي ان انت تستادي بقى ايه؟ البكتيريالسترينز والفانجالسترينز تحاول تفصلها اللي موجودة في العينات دي وتبتدي تشتغل عليها وتشوف اين مركبات اللي ممكن اصلا تعملها انهيبشن أو تموتها بحيث يبقى كده تقدر توصل او تبقى عندك كليد كومباونز جديدة تقدر ان انت من خلالها توصل لأدوية جديدة وده اللي عمل ايه؟ او ده اللي ادى لاكتشاف عدد كبير جدا من الانتي باكتيريال ايجنس اللي موجودة زي السفالوسبورينز والتترا سايكلينز والامينو جلايكوسايدز والريفامايسن والكلورانفنيكول والفانكومايسن كل الحاجات دي كانت عبارة او جاء الديسكوفري بتاعها تم بالشكل ده تمام؟ طبعا بيخش الميديسين الكاميستري بعد كده في العملية الابتمايزيشن بتاعت المركبات دي ولكن دايما بيبقى الاصل هو المايكرو ارجانيزم اللي هو كان البكتيريا او الفانجاي اللي هو يعتبر الناتشورل ايه سورس بالنسبة وبعض الناس ممكن تفتكر طب ازاي المركبات دي لها انتي ميكروبيل افكت والبكتيريا او الفانجاي هي اللي بتطلحها ايو ما هي البكتيريا او الفانجاي بتطلحها لانها بتساعتها على انها تبقى ليها ادفانتج على الكمبيتترس ما هي البكتيريا او الفانجاي دي تتنافس مع بعضه فبالتالي تيجي بعض البكتيريا تكون مركبات معينة عشان تدافع بيها عن نفسها وتموت بيها الكمبيتر او البكتيريا التانية او الفانجايت التانية فبالتالي المركبات دي احنا ممكن نستغل لها وتبقى هي فبالتالي مهم قوي ان نبقى فاهمين النقطة دي ان الارجانزمز دي بتبروديوز امترى 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 which have evolved to give their host an advantage over their competitors عملية الايه المايكروبيولوجيكال سيرفايفل تمام ده تقريبا الفكرة الاساسية هنا ولكن برغم اللي انا اتكلمت عندي دلوقتي ده ولكن هتستغربوا جدا ان انا اقول لكم ان مش كل المركبات اللي بتطلع من الفكتيريا او الفانجاوي او المايكروورجانزمز بيكون بس ليها انتيمايكروبي لا ده احنا هلاقي حلاقي في الاسلايد اللي جايه هاديكوا بعض الامثلة المهمة جدا لمركبات طلعة من المايكروورجانزمز ولكن لها افكس في اتجاهات تانية خالص غير موضوع الانتيبكتيريال او الانتيفانجل دراك ديسكوفري عندنا هنا تلت امثلة انا اكتفيت بتلت امثلة والتلت امثلة دول مهمين انا عايزكم تعرفون كويس المثال الاولاني اللي هو اللوفاستاتن ده كان احد الفانجا الميتابولايتس اللي طلعت وكان اول كلينيكا ليوسفولستاتن عشان يستخدم في عملية تقليل البلاد كولسترول ليفلز برضو عندنا الليبستاتن ده برضو بيطلع من احد انواع الاستريبتومايسيس بكتيريا مش هزم تعرفوا اسمها ولكن ده كان من الحاجات اللي بتشتغل على البانكرياتيك لايبيز فبالتالي اعتبر او تأمث استخدامه كليد كومباوند في عملية بتاعت الاوليستات احد اشهر الانتي اوبيزيتي فبالتالي هو برغم ان هو مايكروبيل ممكن الناس تفتكر ان ده انتي مايكروبيل وخلاص طالما اطلع من مايكروورجانيزمز ولكن لا ادي مركب عندي بيشتغل على الكوليستيرول ادي مركب تاني بيشتغل على موضوع الاوبيزيتي بشكل كبير عن طريق انه بيعمل انهيبشة للبانكرياتيك لايبيز فبالتالي المركبات دي بدأت واحد منهم كان اريدي بقى دراج خلاص واستخدم كدراج والتاني اشتغل كليد كومباوند قدرت من خلاله اوصل لدراج اللي هو الاوليستات التالت اللي هو العمليات بتاعة زراعة الاعضاء بيبقى بعدها لازم ادي اميونو سوبرسنت عشان اقلل الاميون سيستم شوية عشان ما يعملش اتاك للأورجان اللي دخل جديد ده ويعتبره فورين بادي ويدمره وبالتالي مهم جدا ان انا اقلل المناعة في الفترة دي فبدي اميونو سوبرسنت اشهر واحد فيهم هو السايكلو سبورين وده يعتبر فانجل ميتابولايت يعني بيطلع من احد انواع من الفانجوي وبالتالي طبعا انا ما كتبتلكم مش اسامي الارجانيزمز لان مش هي دي النقطة النقطة بس ان انا بوريكم ان ممكن جدا الفانجل سورسز والبكتيريال سورسز او البكتيريال مايكرو ارجانيزمز يطلع منهم مركبات ومركبات دي ما يكونش ليها انتي ميكروبيل افاكت او الانتي ميكروبيل افاكت ما تكونش اهم حاجة بالنسبة لنا فيه ممكن يكون لها اكتيفيتيس تانية في اتجاهات ايه مختلف وده ومن هنا ده بياخدنا لاهمية الميكروبيل سورسز في عملية تعدلية كومباونسي يبقى مش بس البلانتز مهمة لا الميكروبز كمان ما تقلش اهمية ابدا عنها خلاص تعالوا نشوف البعد كده عن الكلام دلوقتي على المارين بقى ارجانيزمز السورس التالت هو المارين والمارين ارجانيزمز يمكن من الحاجات اللي هي دلوقتي بدأت يعني تشهد شوية طفرة في العشر سنين مثلا اللي فاتوا ومتوقعا يعني خلال التو ديكيدز اللي جايين ان برضو المارين ارجانيزمز هتبقى من الحاجات اللي فيها اكستنسف استودس هتبتدي تتعامل بشكل كبير وحيبقى دايما التلاتة دول هم اللي موجودين متحين كسورسز اكتر سورسز لعملية اللي هي عملية المارين والمايكرو ارجانيزمز والبلانتز هم دول حيبوا اكتر تلاتة سورسز دي الديسكوفري اوف ناتشورل ايه ليد كومباونز طبعا المارين من الحاجات اللي ليها طبعا المارين وورد دي ممكن نعمل فيها محاضرات لوحدها فيها حاجات كتيرة جدا فيها كورل سوفت كورل شعب مورجانية فيها مارين ارجانيزمز معضها وفيها مارين مايكرو ارجانيزمز باكتيريا وغيره ولكن كل الدراسات اللي اتعملت في الفترة الاخيرة بتقول ان اكتر سورس للليد كومباونز في المارين وورد هتستغربه جدا ان هو الحاجات اللي هي مرئية يعني اللي هي المارين مايكرو ارجانيزمز اللي هي بنتكلم على الباكتيريا وغيره زي الساينوباكتيريا مثلا هنا زي ما انتشايفين كده الساينوباكتيريا دي من الحاجات اللي بتكون يعني جدا في وان حتى المركبات اللي بتكون موجودة في الصوفت كورلز او غيره بيكون سببها مارين مايكرو ارجانيزمز موجودة على الصوفت كورلز دي خلاص فطبعا احنا مش هتكلم عليها بالتفصيل اوي ولكن انتو بعارفين ان احنا بيبعندنا حاجات مختلفة زي الكورلز زي الفيش زي المارين مايكرو ارجانيزمز زي ما قلتلكم اهمهم هو دي في عملية البروداكشن او بوتينت كيميكالز والكيميكالز دي طبعا السكرينينج بتاحها بيتم دلوقتي في دراسات كتير جدا في اتجاهات مختلفة ولكن اشهر يمكن ثلاث حاجات اساسية هما الانتي انفلاماتوري الانتي فيرل الانتي كانسر اكتيفتيز ومعاهم كمان الانالجازيك اكتيفتيز يمكن دول اربع حاجات اللي هي فيه بوتانشيال عالي جدا للمركبات اللي بتبقى جاية من المارين سورس في الاتجاهات دي انتي انفلاماتوري انتي فيرل انتي كانسر وانالجازيك اكتيفتيز هنا هنذاكر او هنعرف مثال واحد بس اللي هو الكيروسين اي الكيروسين اي ده بيبقى جاي من مارين ساينو بكتيريوم وكان له بوتينت انتي تيومر اي اكتيفتي طبعا فيه امسالة تانية كتير جدا ولكن خلينا بس نركز على الكيروسين اي ده طبعا ده برضو مثال على lead compound مش drug lead compound يعني يتطور يبقى داوة فهمتوا ده الهدف الاساسي من المحاضرة ازاي to find a lead compound اللي هي نقطة البداية في drug discovery process الانيمال سورسز برضو من الاتجاهات الكويسة جدا ويمكن الانيمال سورسز مش زي الباقي طبعا يعني اقلب كتير جدا في الاكتشاف بتاع lead compound ولكن برضو في بعض الاكتشافات اللي بتتم lead compound من animal sources اشهرها طبعا من اشهر الحاجات اللي بيطلع منها new lead compound انما طبعا الاولوية بتكون ال plants microbes marine بالترتيب كده دلوقتي في المرحلة اللي احنا فيه ممكن خلال 20 سنة الترتيب ده يتغير انما دلوقتي هي plants microbes marine طبعا برضو هناخد امثلة على بعض الحاجات اللي بتيجي من animal sources يمكن اشهرهم هو عندنا two frogs طبعا مش هنعرف اسميهم العلمية ولا حاجة في african cloud frog دي دي بيطلع منها مجموعة من المركبات بنقول عليها polypeptides اسمها الميجينينز الميجينينز دي من الحاجات اللي هي بنقول عليها antibiotic polypeptides خلاص antibiotic polypeptides يعني اكتشفنا ان المركبات دي بتقدر تعمل protection للفراج من الاصابة بالinfection عموما وبالتالي ممكن جدا دراستها بشكل extensive ومعرفة structure activity relationship بتاعتها ممكن توصلنا للdiscovery of novel antibacterial او antifungal agents وده مهم جدا طبعا عملية discovery بتاعت antibacterial antifungal agents لازم تفضل مستمرة عشان موضوع resistance زي ما انتوا اكيد عارفين الحاجة التانية اللي هي برضو من الحاجات اللي اكتشفنا ها من من حاجة تانية اسمها يوكادورين او او اكوادورين يعني poison frog هي ال epipatidine خلاص ال epipatidine ده من الحاجات اللي ليها analgesic effect تأثير مسكن وكان بنطلعها من ال skin extract بتاعت ال اي الاتنين طبعا بيطلعهم من ال skin extract بتاعت الفرق دي خلاص وبتالي برضو ممكن يشتغل كويس جدا كليد compound discovery of novel a analgesic drug تمام يبقى دي بعض الامثال على ال animal sources وتحط بقى معاهم ال venoms و toxins لان اغلبية ال venoms و toxins بتيجي برضو من من animal source وحنتكلم عليها في السلايد اللي جاي يمكن اخر source هي ال venoms و toxins تمام ان احنا نقدر نوصل لي ويمكن حطناها الوحدة هل اي ما حطناه طبع ال animals لان ان طبعا وارد جدا ان تلاقي ال venoms او toxin ده جاي مثلا من marine organism فبالتالي مش لازم يكون من animal فلازم عشان كده لاتحطط لوحدها source لل natural products اللي ممكن تكون lead compounds عشان كده بنقول ان ال venoms و toxin ممكن تيجي من اي حاجة ممكن تيجي من animals ممكن من plants ممكن تيجي من microorganisms فبالتالي ما اقدرش ان انا احطها واقصرها بس على animal source طبعا الفكرة في ال venoms و toxin كلنا عارفين انها بتكون potent جدا عشكية toxin وغالبا هتكون بتعمل specific interaction مع molecular target موجود جهو الجسم بشكل كبير تمام طب ازاي هستخدمها كدوى اول حاجة ممكن جدا ما تستخدم كدوى ما بين toxin وما بين enzyme او target وبالتالي من خلال interaction نقدر نعرف بعض information تساعدنا في ان احنا تdevelop drugs دي حاجة فنقدر نعتبرها هنا chemical probe يعني probe كده من خلاله بقدر استادي او او تبقى drug او تبقى وفي الحالة دي هتستخدم ك lead compound طبعا في عملية development بتاعت ايه novel drugs من خلال lead optimization بقلل toxicity وبحسن activity اللي انا شايفها بالنسبة للتاقسن ده وممكن عمدنا مثال ناجح قوي على الحكاية دي اللي هو ziconotide ziconotide ده دواء موجود في السوق approved في 2004 في علاج حاجة مهمة جدا اسمها chronic pain تمام chronic pain طبعا ده حتى بيحصل نتيجة spinal injury يعني بتكون cases كده very specific قوي وملهاش كانش لها علاق خلص فزiconotide ده اصلا جبناه ازاي جبناه من peptide toxin toxin وغالبا اغلبية toxin اللي بنتكلم عليها بتكون يا اما peptide يا اما non peptide بس كتير منهم بيكونوا peptides تمام يعني عندها peptide bones المهم يعني ان زي كونو تاقسن ده جبناه من lead compound اسمه كونو تاقسن وده عبارة عن peptide toxin بيطلع من marine كون سنيل لقينا ان الكونو تاقسن ده low powerful analgesic properties طورناه وصلنا من خلاله الزي كونو تايد اللي هو يعالج دلوقتي chronic a pain فده من اشهر الامثلة النكحة على المرين او على موضوع drug discovery من toxins بشكل كبير والطاقسن ده زي مثلا التبروطايد ده مثلا التبروطايد ده مبدو من الامثلة اللي هو مركب طلعناه هو يطبر peptide toxin والبيبتايد toxin ده جاي من الvenom بتاع البرازيلي نفايبر تمام نوع من انواع ال snakes في البرازيل وبرضو استخدمنا كليد compound في عملية development بتاعت antihypertensive agents اشهر antihypertensive agents اللي هو الكابتوبريل والسلازابريل كانوا اصلا في الاساس هم التبروطايد ده تمام اللي هو جبناه كفينم او توكسن من البرازيلي بايبر برضو من اشهر الامثلة على الحكاية دي الكولوستريديم بوتيولينم كارجانزم مشهورة جدا معروفة انها بتسبب البوتيوليزم نوع من انواع الفوت بويزنين كلنا عارفين واكيد المهم بتعمل نوع من انواع ال 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 تمام وبالتالي انا لو هانتهى في معينة ممكن انها تقلل ال 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 مثلا تمام وبالتالي وبالتالي يبقى كده ده ممكن بتشتغل اكتر او ممكن انا استخدمها كليد كومباوند لان ال الهدف الاساسي هنا بيتم من خلال بتاع تمام فدي بعض الامثلة كده اللي تبقى لنا برضو ان مش بعيدة برضو عن عن لا ده فيه كتير جدا بتطلع من باستخدام الفنمز وال اي وال اي يعني معظم اللي نقول هنا دول يعتبروا في بعض الحاجات اللي هي زي مشهور قوي بيجي من الحاجات تمام وده برضو من الحاجات اللي بتكون خلاص يبقى مش شرط انها تكون ده اللي اقصد ويعني ده بالنسبة للا وده يمكن من اهم المصادر طبعا احد الحاجات برضو او احد الابروتش اللي من خلالها بنقدر هي فكرة الاعتماد على الميديكال فلكلور طبعا الميديكال فلكلور معناها ان احنا عندنا مجموعة من الانشينت سواء الايجيبشين او الانديان او الشينيز التلات تلاتة سيفليزيشن دول كانوا بيستخدموا الهربال ميديسين بشكل كبير جدا وبشكل اكستنسف في حياتهم اليومية سواء استخدام البارز او استخدام الليفز او الروتس ويستخدموها في علاجات مختلفة عندهم فيها عندهم عنها كبيرة جدا يمكن ما يقدروش يعرفوا مين اللي موجود فيها ولكن هم عندهم ان الاكستراكت الفلاني بقدر استخدمه في علاج الاكستراكت التاني ده قدر استخدمه في علاج مثلا الديابيتس وهكذا فده اسمه فلكلور فاحنا ممكن نستغل ان احنا معرفتنا ان الاكستراكت التعنبات الفلاني ده يستخدم مثلا في علاج البين وان انا حاول ادور على ليد كومباوند جوا النبات ده اللي هو الاكتف برينسبل اللي مسؤول عن علاج البين ويبقى بالتالي ده ممكن يعتبر ليد كومباوند او ليد كومباوند فهي ده الفكرة الاساسية من استخدام الماديكال فلكلور المشكلة هنا في حاجتين ممكن تكون مبنية اساسا على يعني ان البيشنس اصلا لما كانوا بياخدوا الحاجات ده هما كان عندهم من جواهم او يعني عالي جدا ان هما يخفوا فبالتالي ده اسمه او الحاجة التانية ان ممكن يكون الحاجات دي بتاعتها لسه مش فممكن برضو يكون بعض الحاجات دي متكون بشكل كبير فبالتالي يبقى ممكن ما يكونش الايفكت اللي انت بتدور عليه يوسفل ده بالعكس يكون ايه دينجرس وبالتالي يبقى دي نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها في الحتة بتاعت الميديكال فولكلور ومع ذلك فيه كتير جدا برضو من النباتات اللي تم الشغل عليها بالطريقة دي اثبتت نتائج هيلة جدا ووصلنا منها الادوية اشهر هيمكن الارتمازن من اشهر الامثلة في الحكاية دي كان معتمد الفكرة فيه على حتة الميديكال فولكلور برضو اللي هو كأنتي مالاريال من ضمن الحاجات المشهورة جدا الكنين برضو كأنتي مالاريال من السينكونا بارك الريزيربين من الراولفيا كأنتي هايبرتنسف الاتروبين طبعا بالإفكس بتاعته اللي هكولنا عارفينها المورفين كان الجازك ديجوكسن الاميتين من الابيكا الكوكين من الكوكا كل الحاجات دي كانت بتعتمد على الميديكال فولكلور في عملية الديسكوفري بتاعتها سواء كأدوية مثلا كأنتي مالاريال وبالتالي يبقى برضو دلوقتي مثلا من أشهر الحاجات الحديثة شوية الروبر الروبر بروتز بيستخدم كبرجاتف في كل يمكن الانشن سيفليزيزيزيزيز تمام كده الاكتف كونستيتونس كانت الانثراكينينز بدأنا نشتغل عليها بقت هي ليد كومباوند قدرنا نكتشف منها دواء اللي هو الدنترون كالاكزيتف خلاص وبالتالي يبقى الميديكال فولكلور هو مش وحش أبدا في عملية الديسكوفري أو الفاينين أو فليد كومباوند الاسلايد دي مفاش أي حاجة جديدة يعني هو الانفرميشن كلها عارفينها أنتوا من الفرماكوج نزي حتى قبل كده ومش حط له منكو حاجة يعني فيها في الانتحان خالص وهي يعني ديتيل شوية إكسبلانيشن اللي تقال في البراجراف الأخير في الاسلايد اللي فاتت اللي هو الاكتشافات المختلفة للمركبات نفعة كاليد كومباوند أو حتى كأدوية باستخدام الموضوع الميديكال فلكلور ده فبيوريك مثلا أن السنيكروت اللي هو كان الرهولفيا دي كانت مشهورة جدا في الانديا بس الهيربليست بتوع انجلترا مثلا استخدموا الاكستراكس بتاعت الويلو تري في الساليسين فهتلاقوا وكل كانت تستخدم اكستراكت معين ومن خلال الميديكال فلكلور بتاعها قدرت انها تكتشف دواء في الاتجاه ده خلاص بس مش اكتر من جده انما يعني ما متخشوش في المجرد القرية يعني ده كله يعتبر اكتر يعني انما بيبايلك برضو اهمية الميديكال فلكلور ده والي اعتماد عليه كأحد الابروتش الرابع هو مختلفة عن فكرة السكرينيج احنا قلنا ان السكرينيج ده احد السكرينيج وفي استراتيجي تاني انه ببتدي ب السوق اصلا تمام وهنا بيبقى حاجة من اتنين اما بتبقى فارماسوتيكال عندها الدواء بتاعها ويشغل وتبتدي تستخدم الدواء ده كليد كمباوند تطلع جنريشن جديد تطلع جنريشن جديد من الدواء يبقى افضل تمام يبقى هنا انا بقى استغل الدواء اللي موجودة عندي واعمل عليه موديفكيشن بحيث ان انا اوصل لجنريشن جديد من الدواء ولكن يبقى له احسن هيكون فيه هنا اهداف معينة حوصل الله هتكلم عليها دلوقتي وممكن تكون شركة منافسة يعني ممكن تكون تاخد الدواء بتاع الشركة المنافسة وتعتبر بالنسبة لها وتبتدي تعمل موديفكيشن برضو عليه وهنا بقى هيبقى فيه كلام ان الموديفكيشن اللي الشركة دي هتعملها لازم يكون لها اهداف كتير اول حاجة واهم حاجة تبعد الباتنت ريستريكشن انها تحاول انها تبعد خالص يعني بتعمل تعديلات كبيرة في المركب بحيس انها تبعد خالص عن موضوع اللي هي موضوع البراءات الاختراع والكلام ده تمام وبالتالي يبقى هيبقى هيبقى بعدت عن النقطة دي بس في نفس الوقت وهي بتعمل تحافظ على الاكتيفتي او تحسنها يبقى الاكتيفتي تفضل زي ما هي او وتتحسن وفي نفس الوقت زي ما قلت لكم وهي تقلل معينة موجودة في الدواء الاصلي اللي هو كان الاساسية اللي على اساسها انا بعمل موديفكيشن هنا في الحالة دي للاكتزيستنج دراج وبستخدم الاساسيستنج دراج ده يمكن اشهر مثال على الحكاية دي الكابتوبريل الكابتوبريل بعد ما طلع كأنتي وبدأت انها تعمل موديفكيشن تتغلب على تبعد عن وفي نفس الوقت تتحفز على تحسنها وتحسن عموما وده اللي حصل فطلع عندنا سيرز كبيرة جدا من بعضها عملتها ميرك وبعضها عملتها شركة تانية زي هوفمال روش تمام بحيث ان تعمل فيها التعديلات اللي احنا اتكلمنا عليها يعني ايه ادوية شبيهة بالدواء الاصلي او سعب بيقولوا عليها انالوج ديزاين انالوج ديزاين يعني انت بتعمل تعتمد على الدواء الاصلي وتعمل منه انالوج حاجات شبيهة به تمام بعض الناس لما تسمع كلمة تفتكر ان الادوية الشبيهة دي او الادوية اللي طلعت ده هو زي ولكن الحقيقة هي بتبقى ادوية افضل عشان كده سعب نقول عليها مي باتر دراجز مي باتر دراجز لانها غالبا هتكون ادوية احسن في كل البروبرتز بتاعتها دايما الالساكن جنريشن بيبقى افضل من الفيرس جنريشن لما تيجي تشوف مثلا البينيساللنز هتلاقي ان الالساكن جنريشن بتاع عموما تمام وبالتالي يعني مجازا بنقول عليها ميتو دراجز انما هي في الحقيقة هي مي باتر دراجز ومهم قوي الاسبريشن دي مهم قوي تبقوا عارفين يعني ميتو ميتو دراجز دي غالبا ان انا استخدمت الاجزيستن دراجز اللي موجود عندي هو ده بقى وبدأت ان انا عمل عليه عشان اسوأ الفروض انما الافضل ان بشكل عام سواء احسن او اقل تمام طبعا بما اننا جبنا سيرة الانالوج في حدة الميتو والميتر دراجز دي فمهم قوي نفهم يعني كلمة برضو انالوج دي لاني كلمة انالوج دي منتشئ مشهورة جدا في الميتسنا الكاميستري فمهم قوي نبقى فهمين الديفنيشن ده طبعا كلمة انالوج جاية من الانالوج معناها حاجات متشابهة زي بعض وغالبا اللي نقصدها هنا حاجة من اتنين يفونكشنل في الفونكشنل اللي هو الفرماكولوجيك الافكت يالتنين مع بعض وعشان كده السمن الانالوج ما ينفعش اقول كلمة انالوج كده واسكت كده كلمة مش هتبقى منطقية او مش هتبقى دالة على الحاجة اللي انا بدور عليه الانالوج ممكن يكون حاجة من ثلاثة ممكن يكون مركبات شبه بعض في في الكيميكال بتاح ما بينها وبين بعض تمام او تكون مركبات في بينها وبين بعض تشابه في الفونكشن في الفرماكولوجيك الافكت ولكن الستراكشن بتاح مختلف ونفس الكلام في الانالوج المركبات كانت شبه بعض جدا في الستراكشن بس الفونكشن بتاعتها مختلفة انما امتى يكون المركب شبه بعض في الستراكشن وشبه بعض في الفونكشن ده ساعتها سميه true انالوج يبقى والثلاث تعريفات موجودين هنا قدامنا في السلايت تمام يبقى مهم قوين يبقى فاهمين الكلام ده لما المركولوجيكال افكت زي بعض بس الستراكشن مختلف true انالوج هو اللي بيبقى عنده الاثنين خلاص الانالوج اللي هي المي تو دراجز او المي باتر دراجز دي غالبا هتكون شبه بعض في الستراكشن وفي نفس الوقت شبه بعض في الفونكشن بس خلي بالكو السيميلاريتي اللي موجودة ما بينهم الريستريكشن بتاعت الشركات المنافسة النقطة التانية اللي انا اعجز اأكد عليها هنا في حتة الفونكشن الانالوج لما قلنا مركبات مش شبه بعض في الستراكشن ولكن لها نفس الفرماكولوجيكال افكت وده معناه ان مش شرط ان المركبات تكون شبه بعض في الستراكشن يعني يكون في كيميكال السميلاريتي بينها وبين بعض عشان يبقى لها فرماكولوجيكال افكت واحد خالص بدليل مثلا الاستستوستيرون والاستروجين او الاستراضيول تمام هلو بسيط على الستراكشن بتاع الاثنين هتلاقي الفرق بينهم حاجة بسيطة جدا مجرد الكربونيل والو يعني ميلي هو ده طبعا الساتيوريشن بتاع الساتيوريشن تعرينج هنا تمام في التستوستيرون ومع ذلك الفرماكولوجيكال افكت بسيطة ثلاثين مختلفة تماما عن بعض لو جينا بصينا مثلا على دواء زي المينابرين ده ده احد اشهر الدوبامينارجي دراجز اللي موجود في السوق الدوبامينارجي دراجز ده الدراج ده عنده ماثل جروب هنا تمام لو شلنا الماثل يحطينا مكانها صيانو جروب عندي انالوج تاني المفروض ان قريب جدا مش بعيد خالص يعني فيه عالية هو يعتبر وكل حاجة انما حتى المركب الجديد ده وبالتالي مختلف تماما في الافكت بتاعه تمام برغم انه تمام تمام بدلا انا عايز اقول ان مش شرط ان يكون ده سيم عشان او قريب عشان يبقى وممكن تعديلات بسيطة جدا في المركب تفرق معك جدا في ومن هنا هتيجي فكرة مهم هي الفكرة التانية لاستخدام الفكرة الاولى كانت ان انا بستخدم واعمل فيه موديفيكيشنز وابعد بيه عن احافظ على وصنع من المركبات في اتجاه معين وبالتالي ده بيساعد الشركات المنافسة انها تبقى لها دور في السوق تمام ينفسه بعض هو فلانده طلع مركب طبعا انا هعدل فيه تعديل وانزل مركب جديد ويبقى داوة جديد وينافس الدواء اللي موجود فدي اسمها مي تو والمي باتر دراج انما فيه طريقة تانية ان انا ممكن استخدم الاجزيستينج دراج اللي في السوق ده واعمل منه حاجة اسمها انهانسينج لسايد افاكت دي هنشوفها بقى في الابروتش ده في السلايد اللي جاي خلاص تعالوا نشوفه ساوي هنا برضو هنبتدي نستخدم الاجزيستينج دراج ولكن بشكل مختلف شوية بدل ما هعمل المي تو او المي باتر در لا ده انا هشوف الاجزيستينج دراج اللي موجودة عندي في السوق واشوف ايه بتاعتها وايه اللي ممكن من استغله ان انا اعالج بي امراض تانية او دزيز تانية يعني ورد جدا يكون الدواء اللي موجود عندي في السوق مثلا بيشتغل في اتجاه معين بس في معين انا ممكن لو طورتها باتر دراج لا انا استخدمته في تطوير سايد افاكت معين موجودة عنده والوصول لدواء مختلف في مختلف تماما خلاص دي بنسميها مهمة جدا الكلمة دي يعني انا بعمل افاكت معين ازودها في الدراج بتاعي وقلل المين بايولوجيك اللي هي الاساسية بتاعت الدواء ده فبالتالي يبقى انا وصلت لدواء جديد خالص في علاج حاجة مختلفة تماما وحنشوف طبعا امثلة على الكلام ده في السلايد اللي جاي طبعا النوعية دي من ال من ال من ال يعني في لها مزايا حلوة قوي ان انت بتعتمد كده او ان انت بتبتدي بدراج انت بدأ ب هو عنده فرماكو كيناتكس بتاعته كويسة اعرف عندك معلومات كافية عن الفرماكو بتاعته حتى لو هتعمل فيه مش هيكون كبير فانت مش هتغير تغييرات جوهرية قوي في ال سواء الفرماكو كيناتكس او حتى الفرماكو ديناميكس او خلاص وبالتالي دي من الحاجات اللي بتبقى كويسة جدا مثلا بتديك ميزة عن لو انت بدأ بتعمل سكرينج مثلا من ممكن جدا المركبات اللي تطلع لك ما تبقاش لها drug like او تلاقي فيها فتضطر ترميها مثلا فهمين او حتى الحاجات اللي بتطلع من في الفرماكو مش كلها بتنفع تبقى ادوية انما هنا لأ انت بدأ بدواء اصلا وبتبتدي تعمل بشكل كبير ويمكن ده الابروتش من الابروتش اللي دلوقتي كتير من الريسورش جروب سواء الفرماسيوديك بتستخدمها تيجي تقول لك انا هشوف المركبات اللي موجودة في وابتدي اشوف هل المركبات دي لها صايد افكس ولا لا وابتدي اشتغل انا على صايد افكس يبه فهو الدوة هيطلع في السوق مثلا في علاج البرست كانسر بس هو صايد افكت مثلا ساداتف انا هشتغل على حتة الساداتف دي تمام وازود الساداتف افكت واستخدمه كساداتف او او الانالجيزيك بروبرتز فبتاني انا هزود الانالجيزيك بروبرتز بتاعته واستخدمه في علاج البين فهمت ازاي فيبقى كده ده اسمه ايه سوسا ابروتش وده مهم جدا انتبه عارفينه ويمكن جون هوبكنز فيه يعني برانش كبير جدا هناك شغال في الحكاية دي الكمباوند لايبريري بتاعتهم كلها بتشتغل في قصة ان احنا نستخدم المركبات اللي طلع لانها عندهم كلينيكال كمباوند لايبريري كبيرة جدا فبيشوفوا يمكن ده مثال حلو قوي على حتة السوسا ابروتش او نستغل كلينيكال في الاتجاه ده اللي هو ممكن انتو اكيد عارفينه اللي هو السلفونامايت او السلفانيلا مايت السلفانيلا مايت كان اساسا عملية النوعية من المركبات كأنتي باكتيريا بصينا على السلفانيلا مايت لقينا له سايد افكت سايد افكت بتظهر في انه بيبقى ديوراتيك افكت ولاحظنا الديوراتيك افكت ده نتيجة الاكشن بتاع الانزايم لو فاكرين اسمه الكربونيك انهايدريز ولقينا له سايد افكت تاني اهم شوية انه بيبقى ليه كنفالسيف بيعمل جنوع من انواع الكونفالجنز وسبب الكونفالجنز دي هي انه بيبقى بس لو انا طورت السايد افكت دي ممكن جدا ان انا استغل الهايبو جليسيم افكت ده في علاج الديوبيتس وهذا اللي حصل ان بدأنا نعمل او بدأنا نعمل اوبتيمايزيشن للسالفاني لمايد ده قدرنا نوصل منه المركب اللي هو التول بيوتامايد التول بيوتامايد ده مركب بيورلي انتي بيعالج البلاد جولوكوز او بيقلل البلاد جولوكوز بشكل كبير وبالتاني قدر استخدمه في طايف 2 ديابيتس تمام طورت حتة الديوبيتس دي اللي كانت موجودة في بتاعت السالفاني نامايد عملت اوبتيمايزيشن للمركب وصلت الواحد من اشهر الديوبيتس اللي هو الكلوروثيزايت بيورلي ديوبيتس مالوش anti-bacterial ولا له anti-diabetic effect فهمنا زي يبقى هاي دي فكرة السوس ان انا من خلال مركب واحد كان existing drug في السوق بس كان له مشاكل كبيرة فكان بتلمت جدا الافاكت بتاعه واستخداماته كanti-bacterial بس استخدار استغل الside effects دي في ان اوصل لtwo different drugs في اتجاهين مختلفين او في two different indications فهمنا يبقى هنا انا استخدمت ال existing drug as a lead compound تمام ده يارب تكون كده وضحت هنا دول مجرد مثالين تانين بيوضحوا برضو الفكرة مثال مشهور اوي اللي هو promethazine ده واحد من اشهر الanti-histaminic drugs اللي كانت موجودة في السوق وكان له anti-side effect كان بيبقى له sedative بعض sedative properties فبدأوا برضو الميديسين الكامستي يشتغلوا عليه هو existing drug بس هو leading compound او lead compound اقدر من خلاله عملوا اعملوا optimization وصلوا لكلوروبرومازين الكلوروبرومازين ده واحد من اشهر neuroleptic agents عن طريق هم عملوا enhancement للsedative properties بتاعة المراكم نفس الكلام هنا الwarfarin الwarfarin واحد من اشهر الanti-coagulants لحظوا انه anti-viral activity تمام weak anti-viral كمان activity وكان بيشتغل الميلي على viral enzyme موجود في life cycle بتاعة الhuman immunodeficiency virus الHIV تمام فقالك طبعا احنا ما نستغل الproperty ده فناخد الwarfarin ونبتدي نحاول نحسن الeffect اللي احنا شايفينه على الviruses ده فقدرنا نوصل لدراج مهم جدا اللي هو anti-viral agent لعلاج l-h-e-i-v يبقى دي فكرة بتاعة existing drugs already موجودة في السوق خلاص تعالوا برضو نشوف الفكرة بشكل مختلف في اللي جاية فيه برضو طريقة تانية او بشكل مختلف شوي في بعض الاحيان بتكون side effect مش minor في existing drug بتاعك احنا اللي فده كله كنا بنقول انه ممكن تكون side effect minor فاحنا نعمل ايه نشتغل احنا بال chemistry ونحاول نعمل optimization لل existing drug ده ونوصل للدواء تاني تمام بيشتغل او بيزود side effect دي بشكل كبير انما في بعض الاحيان انت مش بتبقى محتاج اصلا تدخل بيكون existing drug side effect بتاعته واضحة وصريحة فانت مش محتاج تعمل optimization انت ممكن تستخدم نفس الدواء ده زي ما هو في new indication بتاعتك according side effect اللي موجود اشهر مثال الحكاية دي السلدنافيل طبعا السلدنافيل وما بيعملوا بتاعته في البينس اكتر من الهارت وبالتالي طبعا انا استخدمه في علاج الالكتايل disfunction بزود البلاد فلو تمام وبالتالي في المكان ده وبالتالي بقنا كده ايه بقنا كده استخدمه في علاج الالكتايل disfunction بدل علاج الهايبر تانشن او الانجوين خلاص اللي ان side effect كت pronounced جدا او كت واضحة جدا فبالتالي محتاجناش نعمل optimization واستخدمنا المركب زي ما هو نفس الكلام مثلا في بعض ده بس ده مثلا في clinical trial كانت ظهرت فبالتالي خلاص الدواء بدل ما كان marketed as a coronal disfunction باشتغل في حتة الالكتايل disfunction انما في بعض الاحيان بتبقى side effects دي بيتم اكتشافها بعد ما بينزل السوق وبالتالي برضو بعيد استخدام الدواء ده في الاتجاه تاني مع الاتجاه الاولاني زي مثلا anti-depression drug اللي هو البيوبروبيون ده البيوبروبيون ده بعد ما نزل السوق وبشتغل في علاج depression وكل حاجة that it's reported that it's that it's it's that when we we can use this this with antidepressant it's can put it and we can use marketing with is mختلف which اللي هو الزيبان كanti-smoking 8 تمام يبقى هنا side effect كانت واضحة جدا وقدرنا ان احنا نستخدمها على طول او نستخدم الدواء على طول من غير أي modifications عندنا الاستميزول ده برضو ده برضو كان دواء نزل في السوق في علاج الالرجي anti-allergic تمام وبعد كده لقيناله anti-potent anti-malarial effect خلاص وبالتالي بيستخدم برضو تعمل تدخل تستخدم الدراج على طول في new indication طبعا